الروائية الشيعية اذكر لكم بعض النماذج من الروايات المكذوبة اعزائي خلي ذهنكم يا عمز نماذج اذكر اللي تقريبا تقريبا المشهور القريب من الاجماع يقولون انها مكذوب مارد اقول اجماع كامل ولكن مشهور قريب ماذا قريب من الاجماع الرواية المورد الاورد النموذج الاول اعزائي روايات تحريف القرآن هنا احتاج ان ابين في المقدمة مختصرة اعزائي التفتولي جيدا هذا التعبير الذي ينسب الى بعض الشيعة كالمحدث النوري انه قائل بالتحريف هذه فيه مغالطة المحدث النوري ليس قائلا بالتحريف بل قائلا بالنقص والنقص غير التحريف التحريف يعني ان هذا القرآن الذي بأيدينا كله كلام ربنا او فيه تحريف وتبديل وتلاعب اي منهما اذا قلنا تحريف يعني هذا ليس كله كلام الله سبحانه وتعالى ليس كله قرآن بل بعضه قرآن وبعضه ماذا بعضه غير القرآن لأنه وقع فيه تبديل تلاعب هذا معنى التحريف اللي يصر السنة او الوهابية او كذا يتهم الشيعة بماذا بتحريف القرآن وهذا خطأ وباطل المحدث النوري ليس قائلا بالتحريف وانما قائلا ماذا يقول ان هذا الذي موجود بين الدفتين كله قرآن ولكن كل القرآن له بعض القرآن هذا بعض القرآن وبعضه الاخر عند من ها عند الامام المعصوم عندما يظهر لا يناقش في ان ما موجود بين الدفتين هو ماذا قرآن كله ولكن هو كل ما نزل على قلب الخاتم او بعض ما نزل على قلب الخاتم هذا المعنى اعزائي اين يقوله يقوله تلميذه العلامة اغابو زرق الطهران في الذريعة يقول رسالة كتب اغابو زرق في هذا المجال وسمعته منه شفاها في الذريعة في مجلد ستعاش مائتين وواحد وثلاثين تحت عنوان فصل الخطاب في تحريف الكتاب هذا الكتاب الذي هو تأليف من تأليف المحدث النوري يقول هو عندما كتب عليه رد على من ها على المحدث النوري يقول في زمانه كتب هناك رد عليه رد عليه وذاك الرد انه اساسا كشف الارتياب عن تحريف الكتاب الرد الموجود يقول ان المحدث النوري اجاب صاحب الرد ماذا قال قال ان الاعتراض مبني على المغالطة في لفظ التحريف تصور الرد علي اني اقول هذا القرآن ما هو محرفون ها محرفون فانه ليس مراد من التحريف التغيير والتبديل بل خصوص الاسقاط لبعض المنزل انا معتقد ان هذا ليس كل ما انزل على قلب الخاتم نزل به الروح الامين على قلبي وليس مراد من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين فانه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان يعتقد ان الجمع متى حصل في عصر عثمان يقول وهذا الذي جمعه عثمان كله ما هو كله قرآن لا يوجد فيه اي زيادة اي تبديل ابدا ابدا لم يلحق زيادة ولا نقصان بل المراد الكتاب الالهي المنزل وسمعت عنه شفاها يقول اني اثبت في هذا الكتاب ان هذا الموجود المجموع بين الدفتين كذلك باق على ما كان عليه في اول جمعه كذلك في عصر عثمان ولم يطرع عليه تغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السماوية الاخرى ذيك الكتب وقع فيها ماذا تحريف وتبديل واتهام للانبياء فكان حريا ان يسمى التفت فكان حريا هذا من دين يقول العلامة اغابو زورق عن استاذه فكان حريا ان يسمى فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب شوفوها سفد عنوان ما بيدقة كيف سويننا مشكلة الى يومنا هذا قرنين احنا قرن نصف دا نجاوب ماذا ها اشو ان نتخلص من المحدث من من المحدث النور فتسميته بهذا الاسم الذي يحمله الناس على خلاف مراد خطأ في التسمية لكني لم ارد ما يحملونه عليه بل مراد اسقاط بعض الوحي المنزل الالهي وان شئت سمي الكتاب هالشكل التفت جيدا وان شئت قلت اسمه القول الفاصل في اسقاط بعض الوحي النازل اذا المحدث النوري قائل بماذا اعزائي ها قائل بالنقص مو بالتحريف التحريف شيء والنقص ماذا شيء اخر الى اخر جيد هذا فيما يتعلق بهذا المقدمة اما اصل المطلب اعزائي اصل المطلب المحدث النوري في هذا الكتاب سواء بالاسم الاول وبالاسم ماذا بالاسم الثاني حشد 1112 رواية لاثبات ماذا لاثبات نقص الكتاب بينكم وبين الله اذا عدكم في مطلب 1112 رواية متواتر لو متواتر ها عشر روايات الاغيون ده يدعون شنو التواتر طبعا هذا التواتر ليس تواتر لفظي وانما تواتر ما هو معنو ولهذا الشيخ معرفة رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصيانة القرآن في الصفحة اعزائي الاخوة راجعون اعزائي الصيانة القرآن في صفحة 239 هذه عبارته يقول ما جمعه المحدث النوري من روايات بشأن مسألة التحريف تربو على 1122 رواية بالضبط ثم يقول فاذا ما اسقطنا المنقولة من هذه الكتب وهي من الكتب الموضوعة عجيب يقول ها الروايات التي استند اليها هذه 1122 رواية التفجأ 815 رواية منقولة من الكتب الموضوعة عجيب يعني احنا في كتب الشيعة عدنا شنو ها كتب ما هي يقول فاذا اسقطنا المنقولة من هذه الكتب وهي تربو يقول وهي من كتب ورسائل مجهولة مبتورة موضوعة لا اساس لها رأسا 815 اش قد يبقى مولانا 307 وكثرة من هذا العدد ترجع الى اختلاف القراءة تعلمون اختلاف القراءات يقول 107 همات انا ترجع الى ماذا الى هذا فكم رواية تبقى عندك 200 رواية من الكتب المعتبرة اللي على مباني الاخباريين كلها اما قطعية واما مطمئنة ماذا الصدو بينك وبين الله لو عندك 200 رواية من الكتب المعتبرة يدل على النقص او لا يدل على النقص ها يقول واليك نظرة في البقية الباقية اللي يقول هنذني 200 بقيت مئتا حديث تقريبا منقول عن كتب معتبرة في صفحة 240 التفت جيدا كتب معتبرة يعني من يعني يعني من يعني الصدو العياشي القمي الصفا الطو هذول ها الكتب المعتبرة اللي ادعى الاخباريون ماذا النهاج ما هي قطعية الصدور ولا اقل انها ماذا مطمئنة الصدور يجوز العمل بها كما يقول المجلس 200 رواية 200 كم رواية بينك وبين الله الان لو عقيدة من عقائد الامامية وجدت فيها 200 رواية تثبت ذيك العقيدة لو ما تثبت اعزا الان الرجع لعلهم ما توجد فيها 200 ماذا رواية من عقائد الشعال ومن عقائد الشعال الرجع عزيز اذا لماذا تسقطونها عن الاعتبار ولهذا انا قلت من كان منهجه الاخبار فقط لا محيص له الا ان يقول بماذا ها بنقصد ما عند طريق اما اذا عد مرجعية اخرى اما العاقل اما القرآن اما مرجعية يقول لا لابد من عرضها على مرجعية اخرى ذيك المرجعية الاخرى ماذا تقول عزيز التفت ذيك المرجعية الاخرى طبعا لك بان هؤلاء يقبلون ان احاديث النقص انا ما اعبر تحريف حتى انه لصير المغالطة من قال انه روايات النقص تدل متواترة اعزائي هذا هو العلامة المجلسي اعزائي العلامة المجلسي في مرآة العقول اعزائي العلامة المجلسي في مرآة العقول المجلد الثاني عشر صفحة خمسمية وخمسة وعشرين بعد ان ينقل رواية مختلف فيها ولكن انا لا يهمني اختلاف الرواية يهمني ماذا يهمني تعليقات العلامة المجلسي على الرواية ما هي الرواية الرواية ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى رسول الله سبعة عشر الف آية اش قد باقية منها عزائي ستة الاف وكذا يعني جزعان ثلثاء القرآن هس بعض النسخ حاولت يعني طبع الدار الحديث حاولت وغيرها ان تقول لا هذه اشتباء ومو سبعة عشر وانما ماذا سبعة آلاف حتى كذا انا لا يهمني الان نسخة الكافي ما هي انا يهمني تعليق من العلامة المجلسي يقول فالخبر صحيح ولا يخفى ان هذا الخبر وكثير من الاخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره شوفوا التفتوا جيدا مراد النقص متحريف وعندي ان الاخبار في هذا الباب متواترة معنا بعد يوجد مجال اللقاش او لا يوجد اعزائي العلامة متواتر والتواتر ماذا يفيد اعزائي قرأتهم في المنطق الاورصي اذا صار مبانيكم منطق الاورصي ماذا اعزائي من اليقينيات اعزائي من الامور التي اثنين زائد اثنين يساوي ماذا يساوي اربعة يقول التفت فان قلت نطرحها جميعا يقول اذا طرحناها جميعا هذا معناه سلب الوسوق بالروايات ولا يمكن النسل والثقة بماذا شوفوا المنهج ما هو هذون اللي يحاولون ان يدافعوا عن العلامة المجلس امو اخباري اخباري لاصول كتبة رسائل مولان لا اخباري الى النخاع الى النخاع اصلا اخباري مركب مولان مضاعف يقول وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الاخبار اذا احنا المتواتر معنا ناقشناها فماذا يبقى بعد من الاخبار ولهذا عند عبارة السيد الامام قدس الله نفسه طبعا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه سيد الخوئي في هذا المجال هو عبارته جيدا انا فقط اقرأ العبارة ما علق عزيزي البيان من يجي الى روايات التحريف يقول ومما ذكرناه قد تبين للقائر قائر القارئ ان حديث تحريف القرآن حديث خرافة عجيب على ايه اساس حديث خرافة يعني العلامة المجلسي والمحدث النوري معتقدين بشنو ها يعني شنو هم هم مخرفين مولا اللي يعتقد بالخرافة يمكن عند عقل وما عند عقل مولا ها وميصرح بس ما يجي باسمه لكن يصرح يقول لا يقول به إلا من ضعف عقله يعني شنو عاقله سؤال سؤال التفتولي سيدنا علي ميتي الرواية يقول والله لو تجي الفين رواية عندي في هاي المسألة مرجعية شنو اخرى ما هي المرجعية اننا نحن نزلنا ما هي المرجعية ان هذا الكتاب الوحيد هو اعجاز رسول الله فاذا هذا سقط عن الاعتبار بعد يبقى عندنا شيء او لا يبقى وهكذا يعددون الادلة لا ادلة عقلية لا ادلة كلامية لا ادلة قرآنية حتى يسقط هذا الذي انا اقوله يقول الا من ضعف عقله ومن لم يتأمل الى اخره هس بالاخير رحمة عند عبارات هوي نابي امولانا بعد انتو ارجعو لها في صفحة 259 من كتاب البيان واختم كلامي اعزائي بما ذكره السيد الامام قدس الله نفسه في تعليقاته على كلمات من على كلمات المحدث النوري في كتابه انوار الهداية اعزائي انوار الهداية في التعليقة على الكفاية انا بيودي ان الاعزاء يحفظ هذه الكلمات لسيد الامام يقول وازيدك توضيحا مجلد الاول اعزائي او الثاني الاول 244 قال وازيدك توضيحا انه لو كان الامر كما توهم صاحب فصل الخطاب في تحريف الكتاب اللي بين شارحتين يخليه بالجملة سيد الامام شي يقول الذي الذي كل كتبه لا تفيد علما ولا عملا اصلا خط احمر على كل من ها حسن بيني وبين الله اشقد من الروايات الان في وسطنا الشيعي مأخوذة ممن من محدث النوري في المستدرة اشقد من الذين التقوا بالامام الحجة مأخوذة ممن عزا ها من من المحدث النوري اللي كتب الكتاب في من رأى الامام وذكر 54 قصة يقول وانما هو ايراد روايات ضعاف اعرض عنها الاصحاب وتنزه عنها اولو الالباب من قدماء اصحابنا كالمحمدين الثلاثة هذا حال كتب روايته غالبا كالمستدرك ولا تسأل عن سائر كتبه الاخرى المشحون بالقصص والحكايات التي هي بالهزل اشبه منها بالجد بابا واقعا هزليات ذنية واقعا السبعات بيني وبين الله ماذا انا لم ارى السيد الامام قدس الله نفسه تعرض لشخص بالاسم ويتكلم قد يتكلم بشكل عام ولكنه ان يتكلم بالاسم لماذا لانه هناك كرامة مدرسة اهل البيت تصير تحت الاستفاء فانا احفظ كرامة النور مهم لو كرامة اهل البيت اي منهما هذا الذي انا قلت قلت انا احفظ كرامة ائمة اهل البيت لو كتب الحديث اي منهما انا احفظ المجلس لو احفظ الامام الصادق هل ستتحفظ المجلس موفق انت ولكن انا بخدمة الامام الصادق انا مو بخدمة المجلس ولا الطوس ولا المفيد ولا الصدوق قال التي غالبها بالهز لاشبه منه بالجد وهو رحمه الله التفت جيدا تقييم السيد الامام لشخصية منه ها شخصية منه المحدث النوري وهو رحمه الله شخص صالح ومتتبع الا ان اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم اكثر من الكلام الناقع والعجب من معاصريه هسا الان يبدأ حملة على من ها على حوزة النجف يقول والعجب من معاصريه من اهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات وكادت ان تتدكتك على الارض ولا تسقط على الارض الى ان يأتي في صفحة 247 وبالجملة ففساد هذا القول الفضيع والرأي الشنيع اوضح من ان يخفى على ذي مسكة الا ان هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الاسلام عد يذكر دليلا انا بيودي التفتوا جيدا الي من افضل الادلة لاثباتي او لردي لنظرية نقص القرآن ما هو يقول اذا كان اسم علي في عشرات المواضع جاء في القرآن الكريم بعد كان يحتاج رسول الله في اخريات حياته في يوم الرزية يقول يتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تظلوا بعد ابدا وماذا كان يريد يكتب يريد ان يكتب ان علي ابن ابي طالب ماذا خليفتي هو موجود بيني وبين الله حديثه اقوى وكتاب الله اقوى اذا هذا يكشف عن ان رسول الله كان يوجد في كتابه اسم علي او لا يوجد لا يوجد ولهذا يقول ولم احتاج النبي الى دوات وقلم حين موته للتصريح باسم علي فهل رأى ان لكلامه اثرا فوق اثر الوحي الاله هذا هو النموذج الاول اذا اعزائي لو كان منهجك اخباريا طبعا احنا بعد هنا بعد يتضح التفتولي جيدا هم دنبين لماذا ان نظرية اهل القرآن ضعف اعتقادها بالحديث وايضا من جهة اخرى المنهج الثاني اللي بعد ذلك سنشير اليه بعد اجمالا لان هنا دنبين ان المنهج الاخباري يعني من غير القرآن اللي هو المنهج الاخباري يقول الاخبار وليس الا هذا خير ادلة على بطلان المنهج ماذا الثاني وهو المنهج الاخباري انا ان شاء الله تعالى احاول باذن الله يعني اربع دروس القادمة اجمع هذا البحث وان لا اذا نستمر واقعا بحث اساسي حتى تعرفون انه بيني وبين الله انا عندما ذهبت الى اصل محورية القرآن الكريم وان السنة المحكية لا السنة ماذا هذا الخلط اللي الى الان كثير ممن اشكل علي او كتب اوراقنا والرسائل هنا وهناك لم يلتفتوا انا مو بصدد اسقاط السنة ماذا الواقعية انا بصددي تمحيص السنة المحكية اذكر لكم نموذجيا ثلاثة اخريات اعزائي في هذا المجال وننتهي من هذا العامل الاول